اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قرصاء ملح الملح ضروري بش يعد الدوق ما تجينش حلوة بزاف مع ملعقة صغيرة عطر الكرامل قسم ملعقة صغيرة عطر الكرامل وملعقة صغيرة خميرة الحلوة راح نضيفها مع الفارينة ونحتاج تلت كيسان فارينة الكاس اللي كي يلتبيه الزيت والسكر نضيف الملعقة الخميرة ونضيف تلت كيسان فارينة نضيفهم تدريجيا نضيف زوج كيسان من اللولين الكاس اللي اخر دايما نضيفهم بالعقل تحتاج قل من تلت كيسان على حسب الفارينة النوعية الفارينة انا في الوصفة تاليوم بقاولي زوج مغارف زوج ملاعق من تلت كيسان هاد الغريبية مثلا نضيف لها لفاني كيما كاش لفاني خلاصتلي وعندي هي العطر الكرامل قلتوا علش ما نجربهاش بعطر الكرامل يعني خرجتلي ما شاء الله في القوء هايلا جربوها وردو لي في كومنتر نبقى ندير الفارينة ونطم العجينة التاعي نطموها بالاصابع ندخلو كامل الفارينة حتى نتحصلوا على هاد العجينة ندخلوها في التلاجة مدة ساعة ونشكلوها حربوش على شكل حربوش ونقطعوها على شكل مقروطات ثم هنا تحبوا تستعملوا اي طابع تقدروا تستعملوا حبيت نطلها هاد الشكل نديرو بالفرشيطة كما راكو تشوفو في الوجه تاع الحربوش خطوط ونقطعو على شكل مقروطات مقروطات بغربية تانا طيب من سبع دقايق حتى العشر دقايق ما كترول هاش الفور راح تيبسنا من داخل جينا يبسا يعني كل واحدة والفور تاحها اللي شافت الفور تاحها سخون بزاف غير سبع دقايق تكفي يعني تعسوها كتحمار من تحت شوية اخلاص انا نكمل لاجينة تاعي نديرها طيب ونشوفوها في صحن التقديم هادي هي الوصفة تالي اليوم غريبية بالدوق الكارامل ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ما تنسوش جمع الفيديو والاشتراك في القناة لأول مرة تشوف قناتي وما تنسوش الدعاء والاستغفار ونتلاقاه في فيديو اخر ان شاء الله نكون في احسن الاحوال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته